موسيقى قصد قبل حسا شاركنا فيه بخمس ملاير دولار يجي يقول لك اليوم ما بين توصيات ما هوش الوقت منتاع الريفور هيكلية إصلاحات هيكلية موش وقت بينما عالميا كل الدول اللي تستعان بصندق النقر الدولي أول وصية يوصوا بها في الوصفة تاحم هي إصلاحات الهيكلية نحن يقول لك لا نحن يضغط على الجزائر لا تضغط علينا نحن حرار توصيات تاحم سنجم ندير عليها نجم ما ندير عليها ولكن نحن بكل نزاهان نسمع الرأي تعال آخر في اقتصادنا البنك العالمي يقول شي آخر البنك العالمي يقول لك نحن المتفاجئين بقدرة تحمل على الاقتصاد الجزائري الريزيليونس 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 في هذا المحيط الهيج العالم عالم كله رأي مشاكل نحن هنا يقول باللي حقيقة في سنة 2020 يكون فيه انتعاش الاقتصاد الجزائري بنسبة 2.60% او لا احنا بالنسبة لنا الانعاش يكون بربعة في المية واكتر ان شاء الله نعرفين حسابنا مهم صندوق النقد الدولي واش يقول احنا عاولنا راجعنا اقتصادنا بصفة هيكلية بالاخص الاستدانة والمديونية وال الاستيراد الاستيراد بصفة هيكلية بدونها ما خلقنا حتى في نوري ما خلقنا حتى نقط في البلاد نقص نقصناه الى ما يدور حول 30 مليار دولار ناتين واحد وثلاثين وثلاثين بينما كان في 60 مليار دولار وها على هاد الاساس اللي كان صندوق النقد الدولي وبعد الاقتصاديين يقول لك الجزائر نعطوها 6 شهر نعطوها عام لان الشي الاحتيات اللي عندها ما يكفيهاش لسنة بينما الاحتيات نتعنا 2000 نهاية 2019 نقول لك بداية 2020 الاحتيات نتعنا كان ب 57 مليار دولار اليوم راه يدور في 44 مليار دولار يعني نقص بعشرة واش هذا ما كان نهاية سنة كذلك نهاية سنة نكملها ان شاء الله بتوازن احنا وصلنا المرحلة في حالة ما ما فيش هزة يعني اللي فوق طاقة تعناه فوق طاقة على الفامي فوق طاقة على الناس كل اعتقد انها سنة 2022 نهاية 21 المداخل تلك الجزائر تكفي الاستيرات تحابي دول من مس في الاحتياط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر